ناقش عضو مجلس القيادة الراسي عبد الرحمن بوزرع المحرمي بقصر معاشيق بالعاصمة المواقة عدن مع المستشار العسكري للمبعوث الاممي انتوني هايورد والوافد المرافق له الجهود الاممية لوضع آلية لوقف اطلاق نار دائم في ظل تهديدات الميليشيا الحوثية الارهابية للممرات المائية واستهدافها للسفن في البحر الاحمر وخريج عدن وقال عضو مجلس القيادة ان الصبر على خروقات ميليشيا الحوثي الارهابية سينفذ وان استمرار الميليشيا في اعمالها العدائية تجاه مواقع القوات المسلحة وتحشيد المقاتلين الى مختلف الجبهات واستهداف السفن التجارية وطرق الملاحة الدولية يهددوا بتفجير الوضاع ونسف الجهود السلمية واضاف ان ميليشيا الحوثي جمع ارهابية لا تؤمن بالسلام وسجل لها حافل في نقض الاتفاقات والمواثيق عند كل منعطف يودي الى احلال السلام مستدلا على ذلك بخروقات ميليشيات لاتفاق السوك هولم وكيف استغلت الضغوطات الدولية على الحكومة الشرعية لمنع تحرير الحديدة وميناءها انذاك في اعادة ترتيب صفوفها وتحشيد عراصرها للسيطرة على المدينة مرة اخرى بعد ان كانت قوات الشرعية على بعد كيلو مترات من مطار الحديدة واستعادت المدينة وتأمين الساحل الغربي ونوه المحرم الى ان زيادة تهريب الاسلحة الايرانية لميليشيات الحوثي الارهابية بكميات كبيرة بعد فتح ميناء الحديدة هي احدى التداعيات السلبية التي حصدها اتفاق سوك هولم وفتح الميناء الحوثيين داعيا الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى اعادة النظر في جدية ترك الميليشيات في الجروح للسلام وممارسة المزيد من الضغوطات على الميليشيات للجروح للسلام وحاول ملف الطرقات نوها المحرم الى استمرار التعنط الحوثي ورفض فتح الطرقات في تعزو مأرب والحديدة للتخفيف من معاناة المواطنين رغم مبادرة الحكومة الشرعية بفتح الطرق من طرف واحد من جهته استعرضى المستشار العسكري للمبعوث الاممي مقترحات اليات وقف اطلاق النار بشكل دائم تمهيدا للانتقال الى اي تسوية قادمة ترعاها الامم المتحدة وعبرا عن شكره لمجلس القيادة الرئاسي على دعمه للقضايا التي يعمل عليها مكتب المبعوث الاممي في اطار جهوده لتحريك العملية السياسية اشتركوا في القناة